شيء تاني المسيح صفة تانية المسيح المخلص ونخلي بالك مثل ما ذكرت انك افهم عقلية اليهود في ايام يسوع المسيح اي شيء او اي كلمة كان بيعتبروها تجديف ولسيما في موضوع الخلاص فمثلا مكتوب في اشعية 12 الآية 2 في العهد القديم هو ظ الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا مرة تانية في العهد القديم في اشعية 45 الآية 22 مكتوب التفت الي واخلصوا يا جميع اقاص الارض لاني انا الله وليس اخر يعني بقول عن الخلاص لاني انا الله وليس اخر مرة تانية في العهد القديم في اشعية 43 آية 11 انا انا الرب وليس وليس غير مخلص لما المسيح في العهد الجديد اتعامل مع المرأة السامرية في نهاية القصة مكتوب عندما جاء السامريون وقالوا للمرأة في يوحن 4 آية 42 اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لاننا نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم المسيح مخلص العالم في طيتوس اصحاح 2 والآية 13 مكتوب منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح في ترجمة اخرى وظهور مجد الله ومخلصنا العظيم الله وظهور مجد الله العظيم والمخلص الله يسوع المسيح هذا بشكل واضح في العهد الجديد حتى لما الملاك يعني ظهر للقديسة المطوبة مريم العذراء قال لها تدعو اسمه يسوع او تسمينه يسوع لانه يخلص شعبه من خطياهم وهذه الكلمة كمان كانت ليوسف وعندما ظهر الملاك للرعاء قال ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب في يقيل كل من يدعو باسم الرب ينجو في بطرس اقتبس الآية كل من يدعو لانه كل من يدعو باسم الرب يخلص ونفس الشيء كمان بولوس اقتبسها في رسالته اله الرمية الاصحاح العاشر يعني كلمة المخلص التي تطلق على الله اطلقت على يسوع المسيح لانه مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لان ليس اسم آخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص